أول حاجة عايزة أعرف عنها هي قصتك أنت الشخصية مع صعوبات التعلم أوكي شور فأنا ممتي الحياة هي اللي اكتشفت أن أنا عندي ديسلكسيا بداية من أربع سنين بس أعملنا أساسمنت أفشلي تقييم لما كان عندي خمس سنين والكصة بدأت من هنا بس هي ممتي الحياة عشان أنا نص هولندية نص مصرية ففي هولندا الموضوع معروف أكتر فهي لحظة علامات معينة كده بدأت تبان معي لما كنت بابتدي أتكلم وابتدي أقرأ وكده فالحقيقة هي اللي اكتشفت الموضوع بس اكتشفت بدري يعني أربع سنين خصوصا أن أنت بتقولي أنتوا بتكلموا لغتين في البيت فدايما يقولوا الناس اللي بيكلموا لغتين في البيت ممكن يكونوا يتأخروا شوية عن الناس اللي بتكلموا لغة واحدة لأنه بيبقى ميكس بين حاكتين صح دي حقيقة إحنا فعلا يعني أنا موضوع اللغات ده كان مشكلة شوية أنا برضو بتكلم تلاتة فهي لاحظت أن أنا فعلا بلغبت كتير في باند وفي حروف معينة مش عارفة فرق ما بينها لأن الدسلكسيا برضو بيباليها علاقة قوي بالميررينج أن أنت تلغبتي حروف شبه باند فهي ركزت قوي معي لما يعني أول ما بدأت أني أكلم أنت أي كلمات فاكتشفت علامات كتيرة بتبين يعني أن فيه صعوبة في التعلم مش دسلكسيا سبسيفكلي بس هي حست حست أنه كان فيه حاجة فعملنا التقييم وتأكدنا طيب اشتغلتي بقى بعد كده على نفسك إزاي؟ الحقيقة أول ما ما اكتشفنا أن أنا فعلا عندي دسلكسيا بالتقييم بدأت 1-1 مع شخص متخصص في صعوبات التعلم وطبعا كان فيه مساعدة كبيرة قوي برضو في البيت يعني مامتي بدأت تشتغل معي وبردو بابايا فيعني أنا حاولت طبعا أساعد نفسي الواحدي بس الحقيقة أنا سل حواليهم من أساعدوني